نمضي ونتواصل معكم مشاهدين الأعزاء الفغري جاني الحسابة الجديدة أنا أتقل منك ممكن تفضل طوال أريد أن نتكلم عن الشباب يعني دور الشباب في خدمة المجتمعات خصوصا بعد هذا التغيير وبعد السودان الجديد نحمل سبشرين بيو خير إن شاء الله انتشر الشباب السودانيين في عدد من الأماكن القرى المدن والولايات لخدمة مجتمعاتهم الصغيرة كل تأكيد ومثال للشباب المميزة ليقدم خدمات مميزة جدا على مستوى الملاكز اللي تم إعادة بناءه لتعمل مجددا بطاقات وعزم وتفاني وتضحية هؤلاء الشباب شباب والدى العجلي ومركز الشباب اللي بقدم مجموعة كبيرة جدا من الخدمات آخر هذه الخدمات اللي هنتابعة عبر التقرير التالي وهي استخراج بطاقات التأمين الصحي للأطفال دون سن الخامسة متابعة موسيقى مركز شباب والدى العجلي خدمة للمجتمعي بمنطقة والدى العجلي التي تتوسد ضفة النيل الأبيض بالكلاك للجبة في محلية جبال أولياء موسيقى شباب والدى العجلي الذين قدموا مبادرات صحية انتزاما بحملة حنبنيه التي أطلقها تجمع المهنيين السودانيين هاهم اليوم وتحت شعار شنعيون أطفال نمض دوق الهزيمة ينظمون فعالية استخراج بطاقات التأمين الصحي للأطفال دون سن الخامسة بالتعاون مع ديوان الزكاة والتأمين الصحي بمحلية جبل أولياء والتي تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات الحمد لله استقبلنا عدد كبير جدا جدا من الأطفال وساعين ومازلنا بالنظم في اليوم ده لأنه نوفر لكل طفل بطاقة إن شاء الله عشان يقدر يمارس بها النشاط الصحي الطبيعي فإن شاء استقبلنا عدد كبير جدا جدا من الأطفال وإلى الآن نحن بنرتف في اليوم ده إن شاء الله المستفيدين من هذه الفعالية قرابة الأربعمائة الطفل في المنطقة اكتملت إجراءاتهم ليدخلوا مظلة التأمين الصحي العريضة بحمد الله وتوفيقه تم استخراج بطاقات التأمين الصحي للأطفال استهدفنا منطقة وضع العقلي في الحقيقة لأنها مقتصة بالسكان كسافة سكانية عالية بالإضافة لأن حدة الفغر شدة في هذه المنطقة جعلنا نستهدف هذه المنطقة شباب وضع العقلي ومن خلال مركزهم يسعون كحال كل الشباب السودانيين الذين صنعوا التغيير وأعادوا للإنسان السوداني كرامته يسعون لرفعة منطقتهم مما يساهم في رفعة السوداني في كافة المجالات اشتركوا في القناة